بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله المبعوث رحمة مهدا الجلساء دولة زي ما هم رزق كمان الواحد لازم يكون عينه عليهم لان ممكن جليس كده ولا كده يتسرب ليك ولما يتسرب ليك يحسسك بانك انت مخنوق ويحسسك بالديق وعشان كده حضرة النبي صلى الله عليه وسلم علمنا ان احنا نفرز الجلساء بتاعتنا لا حسن واحد جليس من دولة ييجي يحرق قلوبنا او يحرق حياتنا او يحرق اوقاتنا احنا النهاردة عن نكون قاعدين مع جليس شوية لازم نكون حرصين معاه انا بسمي الجليس ده جليس جاي من عالم الديق جليس خنيء يخنق صاحبه مش بس بيخنق صاحبه بيخنق صاحبه واللي يعرفوه ويخنق صاحبه واللي يحبوهم كمان جليس بيفضل يدايع الانسان ويحسره في مكان واحد وما يخلقوش يشوف غير نفسه ولا يتحرك الا منه ليه ويصمم ياريت بس كده لا ده يصمم ان هو ياخد احبابه كمان يعيشوا معاه في المكان الديق ده لغاية ما يتخنقوهما وهو جليس النهاردة ده شوية بتكونوا بتسمعوه بس مش عارفين تمسكوه هنحاول نمسكوه مع بعض النهاردة الجليس ده اسمه حب التملك حب التملك عارفين الحب والمحبة دولة جايين من عالم الوسع وزيك المحبة دي باب من ابواب السعادة اصلا بس احنا ليه مش بنبقى سعداء ساعات الجواب على السؤال ده تيبقى محير وساعات ما نعرفش نجاوبه بس هو ليه ساعات بنحس ان المحبة دي ممكن تستهلكنا ان المحبة حد او محبتنا الحد ممكن تستهلكنا اول ما تلاقي حاجة بتستهلكك كده اعرف ان الجليس ان فيه جليس من جلساء السوق موجود في المسألة حضرت النبي قال مسأل الجليس الحسن مسأل الجليس الحسن وجلس السوق كصاحب المسك ونافخ الكير النافخ الكير ده بيولع قالك ايه اما ان يحرق ثوبك او تجد فيه نور ريحا كريهة نافخ الكير ده فممكن ايه اللي حصل يعكر حياتك او يحرق يبقى لازم نعرف ان الاصل في المحبة اي شيء بتحبه لازم يكون قيمة اضافية في حياتك يزود حياتك يوسع حياتك واي حاجة حبها اصبح خصم من حياتك يبقى فيها ايه فيها مشكلة يبقى فيها فيروس فيها مشكلة فيها شيء بيخسم شيء بيحترق يبقى لازم تنتبه ومن اكتر الحاجات بقى اللي ممكن انت تشوفها في حياتك تخليك في علاقة موفيروسة او علاقة زي ما بيسموها علاقة مسمومة هو حب التملك ان اللي بيحبه ده بتاعي جزء من ممتلكاتي في الحياة لا ليه حق ان هو يتحرك ولا ليه حق ان هو يحب يحب اللي انا محبه يتحرك في المكان اللي انا فيه فدايما لما الزوج بيحب امرأته حب تملك ايه اللي يحصل بيتعامل مع زوجته او حتى ايه لو حبيته حب تملك يتعامل كل واحد فيهم ان التاني ملكه ويزعل او لو فيه اي حاجة تانية بتدخل حياته نفس الكلام ممكن يعمله الاباء مع الاولاد ويمكن كمان مفيش مانع ان يشوفوا الابناء مع الاباء بيعملوا كده ساعة ما يخلوا الاباء والامهات شغلين عند الاولاد شغلانتهم كلها ان هم ينفزوا اللي هم محتاجينه بس وكمان ساعات بنشوف الكلام ده مع الاصدقاء اذا حب التملك ده بيحصل في الالاقات المهمة كلها وهنا بقى نيجي نحاول نعود بقى عشان نشوف الحكاية دي بانوار حضرة النبي صلى الله عليه وسلم حضرة النبي صلى الله عليه وسلم ايه اللي بيحصل بينسبوا هذا الامر هذا القول بعضهم بينسبوا سيدنا الامام علي وساعات بس هو اكيد تعلمه من حضرة النبي صلى الله عليه وسلم وانت هتلاقي ان الكلام ده ملخص بس كلام كتير من حضرة النبي صلى الله عليه وسلم بس الراجح انه هو موقوف على سيدنا الامام علي ايه اللي هو يحبب حبيبك هونا ما عسى ان يكون بغيضك يوما ما يعني ايه هل ايه الكلام ده معناه انه دي دعوة لبغض الناس لا دعوة الى حاجة مهمة جدا لان ناس كتيرة ما بتفهمش هذا الكلام على وجه الصحيح وبيفهموا انه بيدعو الناس لعدم المبالغة في الحب وعدم المبالغة في البغض ولكنه في الحقيقة او بيدعو الى ان الواحد ما يحبش حب شديد هو الحقيقة الحديث بيدعو الى الاتزان ان انت تكون متزن فاحبب حبيبك هونا ما مش معناه ان انت تقلل من حبك لحبيبك ولكن لا تحب حبيبك حتى تملكه فتخنقه فلما تحب حب بعقل بحكمة وخلي فيه حدود مترسمة بينك وبين حبيبك يعني لما تحب حد خلي فيه خصوصية لحبيبك ولما تحب خلي فيه خصوصية لك مع حبيبك وعشان كده اهم ركاز الاتزان في العلاقات هو الرشد ان انت تحب الحب الرشيد ما تحبش الحب الذي هو يحول المحبوب الى ان ينتقل في ساحة العبيد لا حبيبك مش عبد مش مملوك ليك واللي افسد علينا الرشد في الحب او الرشد في العلاقات هو الفردانية الفردانية ان الواحد ما يشوفش غل نفسه فالشخص اللي بيحب حبيبه حبه تملك بيشوف ان حبيبه هو محور العلاقة لكن دي مش الحقيقة الحقيقة هي ان هو محور العلاقة مش حبيبه حبيبه بيكون وسيلة الحقيقة يعني بيكون وسيلة اما وسيلة للتعويض حاجها او وسيلة الاعتمادية لكن بالاخر خالص حبيبه مش غاية حبيبه وسيلة وسيلة الايه عشان يرضي ذاته وعلى فكرة حب التملك ده من اكتر الاشياء اللي انت نجد فيها افرأيت من اتخذ اله هو هو بيأمره ان هو يدوس على فلان ويخلي فلان ده تحت ضغط على طول ويخلي فلان ده واتما يعملش حاجة غير في مصلحته هو طب الحقيقة واضح ان هي مؤزية يعني شوي اذا كانت مؤزية كده هي الناس بتحب حب تملك ليه لما بصينا كده وشفنا او الناس بتحب حب تملك ليه لقينا اشهر الاسباب اللي بتخلي الناس تحب حب تملك شوية اسباب منها ضيق الافق ان الشخص اللي بيحب حب تملك ده في اوقات كتيرة مش شايف الدنيا واسع شايف الدنيا دياء شايف ان الدنيا كلها هو حبيبه فما يعرفش غير حبيبه فاحد اشكال ضيق الافق انك ما تكونش شايف نعمة ربنا مثلا وان الدنيا واسع ولا شايف ان في حد تاني غير حبيبك عشان كده دايما بتقول ان انت ملكش غير حبيب واحد وحبيبك ده لازم تكلبش فيه او ده ديق افق الدنيا واسعة انت دياء تعالى نفسك ليه وانزاك دايما انا بقول لأحبابي بقولهم ايه ديق الرزق من قسر النظر ووسع مشهدك تنل مسعدك يعني ايه يعني كل ما تنطلق من وسع الله كل ما تلاقي الدنيا واسعة يعني كل ما ترى نعمة ربنا اللي ربنا عيشك فيها وانت عدوا نعمة الله لا تحصوها ان انت انسان في وسط مجتمع فالمجتمع ده تمكن تلاقي ناس كتيرة جدا 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 تحبهم وعشان كده محدش بيحب حد حب تملك الا ووفقه ضايق شايف ان حبيبه ده كل حياته وانغاب عنه في حياته خلاص راحت ندق افق ده وعشان كده انا دايما بقول للناس لا احد يستحق ان يكون كل حيات الا الله ثم حضرت النبي صلى الله عليه وآله وسلم افيش غير كده هيفضل مع الكل وعشان كده لا يؤمن احدكم حتى يكون الله ورسوله احب الي مما سواهما دولة بس وهيفضل مع الكل حتى مع اهله في مسافة خصوصية الا الله وسيدنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم وعشان كده ونحن اقرب الي من حبل الوريد وعشان كده ربنا اقرب الينا منا الله سبحانه وتعالى يعلم السر واخفى فهو اقرب الينا منا وحضرت النبي يطرعه الله سبحانه وتعالى على اعمالنا فدولة اقرب الى حب اللي ممكن نحبهم حب كامل مطلق لكن الناس الناس في مسافة بيننا وبين اي حد فعشان كده لازم تكرس فيك حقيقة اسمها فناء المتعلقات يعني تعرف ان كل شيء بتتعلق به او بتحبه حب تملك هو فان يعني ايه وفان يعني مش باقي فاذا كان هو فاني فمش من الحكم ان انت تتعلق به كل هذا التعلق فتعلق حياتك بفاني قال لي طب ده مش قلة وفاء والله ما ليه علاقة بقلة الوفاء طب ده مش بقلة حب ولا ليه علاقة خالص بقلة الحب تاني حاجة تاني سبب بيتسبب في حب التملك هو فقد الثقة بالنفس الانسان بيحب حب تملك لما يكون فقد ثقته بنفسه او ثقته بنفسه المتزة لان الثقة بالنفس تعرفها عندي هو اليقين من مدد الله انني مش متروك انا ما عنديش فكرة الثقة بالنفس ان انا اسق بما في يدي بل انا واثق بما عند الله على المعنى كده ان استخدام المصطلح الثقة بالنفس لازم نلغيه لا لكن نعرف ايه السند الحقيقي للثقة بالنفس ان انت محل نظر الله ان انت واثق ان انت محل نظر الله عشان اللي هيقول انا واثق بالنفس لان انا بملك اسباب الثقة بالنفس هيعمل ايه لما بيلاقي الاسباب دي مش قادرة توصله للي هو عايزه فما فيش حد بيحبه حبيب وحبه تملك الا وهو بيعود بيحساسه بالجوع لا هو عايش لازم يحس ان هو لا انا عايش بكفاية ربنا سبحانه وتعالى وعشان كده لازم اعايش بيعليس الله وبكافن عبدة والكفاية دي والكفاية دي بتجعل علاقتنا ببعض مليانة ود والتزان ومحبة الحياة التالتة اللي بتسبب عندنا هذا الشعور الكريه من حب التملك ايه بقى؟ الخوف من الفقد ان انا خاف ان انا افقد احبابي وسبب من اسباب حب التملك وعشان كده لازم تكتب على قلبك كل يوم حياتي لا تتوقف على احد لان حياتي ملك ملك الاحد حياتي ملك ربنا سبحانه وتعالى فحياتي مش متوقفة على احد وعشان كده حبيبك بيبقى حاجة مهمة في حياتك اه انا عارف حبيبك حاجة مهمة في حياتك ستنا خديجة كانت حاجة مهمة في حيات رسول الله صلى الله عليه وسلم بس هو علمنا ان حياة بتستمر حتى بعد احبابنا حتى ما العام اللي مات فيه عام رسول الله صلى الله عليه وسلم ومات فيه كمان حبيبته وزوجته وكان اسمه عام الحزن استمرت الحياة علمنا رسول الله ان الحياة مستمرة فما ينفعش ان انت تعتبر حبيبك كل حياتك لكن مش كل مش معنى كده ان انت تنتقص من حبه ولا على فكرة لما بقولك ان هو مش كل حياتك ده انت قص من حبه وعشان كده اسوأ حاجة تعملها لحبيبك ان انت تجعله كل الحياة لانك هتعمل تلات مصايب المصيبة الاولى لازم في وقت من اوقات حبيبك هتحول لعبه تاني مصيبة هتتحول الى شخص مستهلك لانك انت عندك مطالبات كثيرة من حبيبك وبعدين مطالباتك وتوقعاتك غير رشيدة تتحول الى حقوق وبعدين تقول فلان رفضني يلا وقل لا رفضك ولا حاجة هو بيعيش حياته بطبيعته وبعده بتقوله فلان رفضني ان فلان خزني وفي الحقيقة ايه احنا اللي خزننا انفسنا لما اعملنا كده تالت حاجة ان حبك لحبيبك هيكون فيه انتهاك للخصوصية فيبقى حاسس انك بتعكر عليه حياته ومش بتخليه قادر يتنفس اقول لكم حاجة حب التملك بيخلي الانسان يضعف يقينه بالله ويضعف كمان شكره للنعمة ويتحول الى طالب رضا اللي متعلق بيه واللي متملكه مش متعلق برضا الله وعشان كده لازم نعرف ان حب التملك بيفسد عليك نعمة المحبة اللي ربنا سبحانه تعالى حطاه في قلوبنا لبعض وبتخلي الحب يقل عشان بيحس الانسان انه عايش مخنوق وفي سجن لكن الحب الحقيقي هو اللي ينورك هو اللي يزيد في حياة اللي انت بتحبهم يا سادة انا عايز اقول لكم حاجة حب التملك ده ملوش علاقة بالوفاء حب التملك ده اه صحيح بيجي الشخص يقول له مش الاحباب حاجة واحدة مش احنا لازم نتحد ببعض فلازم انت تكون معايا طول الوقت ولازم ما تروحش في حتة الا وانت معايا او ما تروحش في حتة الا وانا معاك وما ينفعش ان انت تعمل حاجة غير لما ترجعلي وما تنفعش ان انت تعمل حاجة غير لما تخليلي الاولى الاولويات كل كلام اللي بيتقال ده فيه مشاكل ومس صحيح وكل الكلام اللي بيتقال ده بيتقال وجزء منه ابتزاز عاطفي الشخص اللي بيحب حبيب وحب تملك في الغالب بيمارس شوية الاعيب كده حتى لو هو مش عارف اول حاجة بيمارس اللي بيتزاز العاطفي تجد اللي بيحب حد حب تملك بيبتزه عاطفيا لازم يكون مازك حاجة كده ويقعد طول الوقت يبتز بيها الشخص عشان يقدر يصبر على هذا التملك يصبر على هذا السجن والاختناق الحاجة التانية والمهمة اللي بتحصل لما الانسان يتحب حب تملك مش بس يحس ان هو مش بس يبمارس مع الابتزاز العاطفي كل دي حرام الابتزاز العاطفي حرام انك توهم حد وتغشه منغشنا فليس منا الحاجة التانية مع الابتزاز العاطفي اي شخص بيحب حد حب تملك فهو العاز بالله بيضيق على مسلم واذا كان من فرج فرجة من فرج الدنيا من فرج كربة من كرب الدنيا فرج الله عنه كربة من كرب يوم القيامة في نفس الوقت الشخص اللي بيضيق على الانسان هو في الحقيقة بيمنع نعمة ربنا وبيعيني الانسان ده على الاسم ان هو يحس بعدم نعمة ربنا ويحس ان هو حاسس ان هو ضايع ومش موجود ليه معنى غير ان هو يخدم فلان اللي هو بيحب حب تملك ده حاجة التالتة ان بيعملها ويكون آثم فيها اللي بيحب حب تملك هو الظلم هو ظالم لان هو بيستوفي حقه من اللي حاسس ان هو بيحب حب تملك ويظلمه ويبخاسه حقه يبخاسه حقه في الخصوصية يبخاسه حقه في ان هو يفكر في مصلحته يبخاسه حقه في ان هو يعيش بحرية ولذلك هذا نوع من انواع الاستعباد الخفي حب التملك ده استعباد للناس والناس عبيد لله ما يصحش ان مسلم يسترق انسان وعشان كده تعالوا نخرج من الكئابة دي نخرج من الهم ده نخرج من البلاء العظيم ده اول حاجة عشان نخرج من حب التملك ده لازم كل واحد فينا اي حد عنده حب التملك ده لازم كل يوم يتذكر اني علاقتك باحبابك دي بالله هو اللي اوجدها مش انت اللي صنعتها ربنا اللي اقلف بين القلوب ولي زيك علاقتك باحبابك ومحبتك ليهم ربنا الحفيز عليها هو اللي بيحفظها هو اللي بيحفظ العلاقة بينك وبين احبابك فاطمئن مش بحتاج تملكم عشان تفضل في قلبهم لا خالص وعشان كده يجي الاجراء التاني بقى خلي عندك دايما ديوان اسمه ديوان المحبة بتدون فيه كل يوم نعمة من نعم ربنا سبحانه وتعالى لانه الاولى بالمحبة وعشان كده ربنا سبحانه وتعالى لكي يعلمنا انه هو يحبنا جعلنا يعطينا عطاء من لا يخشى الفاق فانت لازم ترى نعمة ربنا على انها تمأنينة على انها باب من ابواب حسن حسن محبة ربنا لنا سبحانه وتعالى وزيك من ضمن النعم هي احبابك فلازم تشكر ربنا على وجودهم وعشان كده فكر ازاي تعيش معاهم في ود ووسع وتشكر نعمة ربنا عليهم مش انك انت تستصغر نعمة ربنا وتحس ان انت لازم نعمة ربنا عشان قليلة وهم قليلين لازم يبقوا جنبك ما تعملش كده تالت حاجة لازم تضيف كل يوم لحياتك قيمة جديدة قيمة جديدة عشان تقدر تحس ان الحياة واسعة رابع حاجة خلي عندك ورد من الافتقار لله سبحانه وتعالى كل يوم تفتقر لله سبحانه وتعالى لان الافتقار من اهم فائدة الافتقار في حياة الانسان ويجعله متزن ولزاك اذا كان حياتنا بتبني على الاتزان ربنا علمنا يا أيها الناس انتم الفقراء وإلى الله فكل ما تذكر نفسك بالافتقار كل ما تفتح باب لنفسك من أبواب الاتزان رقم خمسة زود حب حضرة النبي صلى الله عليه وسلم في قلبك وتعلم منه بأبي وأمي صلى الله عليه وسلم إزاي كان بيحب وزود في صلاتك على حضرة النبي صلى الله عليه وسلم ومن الصلوات المجربة اللي تخليك أكثر صلة برسول الله صلى الله عليه وسلم وتخليك كمان بعيدة عن حب الايه عن حب التملك صلاة أنا بسميها صلاة الاكتفاء اللي فيها نصلي على حضرة النبي فنقول اللهم صلي على حضرة النبي صلاة أكتفي بها بنظرك إلي كما اكتفى حبيبك صلى الله عليه وآله وسلم فتجليت علي باسمك الكافي أليس الله بكاف عبده نقول مرتان اللهم صلي على حضرة النبي صلاة أكتفي بها بنظرك إلي كما اكتفى حبيبك صلى الله عليه وآله وسلم فتجليت عليه باسمك الكافي أليس الله بكاف عبده يا رب اجعلنا نكتفي بك وربنا لا تجري علينا هذا الصياط وهذا الألم وهذا الجحيم بأن نحب أحدا حب تملك واجعلنا نتلذز بأننا عبيدك ولا نطلبه ملكا لأحد لأننا جميعا ملكك يا أحد يا رب العالمين أكرمنا واجعلنا دائما من الرشدين واجعلنا من أهل الاتزان يا رحمن بعد الفاصل نلتقى بحضراتكم عشان نجيب على أسئلتكم المباركة اللي وصلتنا على صفحتنا صفحة بن نامج والله تعسره ولكن بعد الفاصل رجالنا لحضراتكم معنا صفحتنا على الفيسبوك صفحة بن نامج والله تعسره اللي بنتلقى عليها أسئلتكم المباركة وتظل أسئلتكم تفتح لنا أبواب مجالس العلم ونظل مع الله سبحانه وتعالى في حضرتي قدسه وفي حضرتي نظره سبحانه وتعالى إلينا وإلى قلوبنا ونسألوا أن يوفقنا إلى ما فيه الرشد والصواب ويجعلنا دائما من أهل التزديد ومن أهل البركة والدلالة عليه تعالوا نشوف أول سؤال وصلنا على صفحتنا من أسئلة حضرتكم المباركة أول سؤال بيقول عايز أعمل شهادات تأمين لأولادي صح ولا غلط التأمين حلال ولا حرى التأمين خلاص استقرت الفتوى فيه بأن التأمين مهما كان موضوعه فهو من قبيل التكافر حتى لو كان موضوعه التأمين على الحياة لأن معنى التأمين على الحياة ليس منع الضرر أن يصل إلى الإنسان أو أن الشخص بيأمن فيكون موضوع التأمين هو الحياة بل موضوع التأمين الأضرار التي تحدث على الإنسان فلذلك أصبحت في الحقيقة أن التأمين أصبح عقد من عقود التكافر حتى لو كان العقد دوت مش عقد تكافلي حتى لو كان العقد ده مش عقد تكافلي يعني إيه حتى لو ما كان العقد ده حتى لو كان العنوان اللي فيه في العقد ده ليس فيه ده يعني معنى كده إيه احنا اجتمعنا جميعا وقلنا يا جماعة احنا نتخذ من الشركة دي شخص يجمع منا اقصاطا بشكل معين لكي اذا تضرر واحد منا ان احنا كلنا اللي احنا مشتركين عند هذه الشركة اذا تضرر منا شخص ستقوم هذه الشركة بدفع ما يحدث نتيجة ما يحدث له من اضرار سواء الاضرار دي نتجة عن وفاء اضرار نتجة عن وفاء وليس انه نمنع الوفاء او اضرار نتجة عن خسارة اضرار نتجة عن حدثة اضرار نتجة عن اشياء كثيرة جدا فاصبح عندنا فيه تأمين تجاري واصبح علينا تأمين على الممتلكات تأمين على السيارات تأمين وكل الاشياء دي بتاخد نفس الشيء الموضوع اللي انا بقولكم عليه بنجمع الاموال مع معا ثم بعد ذلك نعطي المال للشخص الذي وقع عليه ما يتضرر به سواء كان بعد اقصاد محددة او بعد انتهاء هذه الاقصاد فيكون دوة نوع من انواع وتعاون على البر والتقوى لا تعاون على الاسم والعدوان يبقى ايذن هذا نوع من انواع التعاون على البر والتقوى ويكون ده نوع من انواع التكافر والتبرع يعني ايه التكافر والتبرع ليه بقول كده لان بعض الاحيين ممكن واحد يدفع اقصات قليلة ويحصل له الضرر الذي تم الاتفاق على اننا سنعوض وقوع الضرر ده فايه اللي يحصل ليدفع است واحدين يحصل ده فياخد التعويض الكامل عن هذا الضرر وهو لم يكن مقصر ولا اي شيء فحصل له الضرر ده فاخذ الاموال فيجي حد يقول بس احنا وكأنه فاهم ان عقد التأمين ده عقد معوضة يعني ايه عقد معوضة انا ادفع الفلوس دي واشتري هذه الضمانة لا انا بادفع هذه الفلوس ونحن نكتمع ثم يحصل الشخص الذي اصابه هذا الضرر على المال وبهذه الطريقة يكون ايه وبهذه الطريقة يكون الشخص ده قد تم التعاون على ان يخرج من هذه الضيقة فهذا هو مفهوم التأمين ان احنا بناخد كل الاموال دي ونحطها في واحد بول واحد وناخذ منه عند الاحتياج هذا هذه الطريقة منظمة بطريقة دقيقة لكي يحصل كل واحد فينا على ما يستحقه بعد ما يدفع ويشترك في هذه المسألة التعاونية وعليه يكون عمل شهادات التأمين للأولاد جائز وليس ممنوعا شرعا لانه في الحقيقة تحقيق مصلحة التعاون ورفع الضرر وقوله صلى الله عليه وسلم ماذا الضرر يزال يبقى عندنا مسألة ان الضرر يزال يبقى عشان كده والمشقة تجلب التسير فأتى هذا العقد ليزيل الدرر وماذا ويرفع المشقة لكي يكون هذا الدين خاليا من العسر ودائما يسيره إلى اليسر وما خير رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أمران إلا اختار إسرهما يبقى إذن عقد التأمين ده من العقود التكافلية التعاونية الذي هي من قبيل المعاوضات فلما يجي حد يقول لي انت ليه بتقول من قبيل المعاوضات من قبيل التبرعات وليس من قبيل المعاوضات فانت بيقول لي ليه انت بتقول انه من قبيل التبرعات بولك انه من قبيل التبرعات لسبب واحد بس عشان لما ييجي واحد يدفع اقصاد قليلة ويحصل على القيمة الكاملة للتأمين برضو نبعارفين السبب والسر اللي حصل بسببه ده السؤال بعد كده بيقول سلام عليكم سلام عليكم يا شيخ عمر عندي سؤال أنا وزوجي موظفين زوجي بيصرف مرتبه بيخلص بعد اسبوع وأنا بكمل بمرتبي كله ومش بقدر أشيد ولا مليمني نفسي كان عندي شقة وبعتها وباخد عليها وبادفع حالياً الزكاة عليها سؤالي لحضرتك يجوز أدفع لزوجي من الزكاة المال الشقة بدون علمه منعاً للإحراج أول حاجة بس عشان نبقى واضحين مين قال إن الشقة دي بتقول كان عندي شقة وبعتها وبادفع حالياً الزكاة اللي عليها آه يعني بعد ما بعت الشقة لابد إن المال اللي أنت أخستيه من ثمن الشقة ده لابد إن الشقة تكون معروضة للبيع مثلاً لمدة سنة ثم بيعتي فاخد المال لما بيعتيه ولكن لو كانت الشقة دي اتباعت مباشرة قبل أن تبلغ النصاب عن أخد المال ده ولما ييجي هيحول عليه الحول ويبلغ النصاب لكن لكن عشان نطلع الزكاة على الشقة اللي اتباعت لازم تكون معروضة للبيع وتتحول إلى عروض تجارة ويبقى من لحظة ما بعنا ما عرضناها للبيع لازم يمر سنة عشان نخرج عليها الزكاة فساعتها بقى لما نبيعها سواء مر عليها سنة فأكتر يبقى ساعتها عن طلع عليها الزكاة طيب هي بتقول لنا أنا بطلع الزكاة دلوقتي ينفع بقى إن أنا أكمل يعني أضع الزكاة مكان الفلوس اللي أنا بدفعها شهريا عشان أكمل البيت ده لا لا الزكاة من يعطيها للزوج إلا إذا كان بنتكلم بقى على مصرف تاني ليس مصرف الفقراء والمساكين ولكن مثلا مصرف الغارمين يكون غارم مثلا فالمسألة لا لا الأولاد لا الفروع ولا الأصول بنديهم من الزكاة ولا الأزواج ولا الزوجة بتدي لزوجها ولا الزوج بيدي لزوجته ليه لإن كده كإني أنا بدفع الزكاة لنفسي كإني بدفع الزكاة لإيه لنفسي وأوضح مثال المثال اللي عندنا ده أوضح مثال المثال اللي عندنا ده فعشان كده إيه اللي حاصل لا مش هندفع الزكاة من موال مش هندفع المال للزوج من مال الزكاة لأنني كده أكون وكأني بدفع المال لنفسي السؤال البعد كده بيقول لو سمحت وفي حديث لسيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم عن فضل إنجاب الزكور ليس هناك حديث يتعلق بإنجاب الزكور مباشرة ولكن هناك الكلام عن تفضيل المرأة التي تنجب لماذا؟ لأن أحد المقاصد الموجودة في الشريعة للزواج إن الحصول على الولد فده موجود تزوجه من ضمن الصفات اللي فيها الولود يعني اللي بتخلف فده أحد التفضيلات في اختيار المرأة لكن ليس معنى ذلك إنه لا نتزوج امرأة لا تلت لا ليس في هذا وفعشان كده كل الحاجات دي على سبيل ماذا؟ على سبيل التفضيل على سبيل الإشارة إلى ذلك لكن ليس هناك مسألة تفضيل حد إنه هو ينجب ذكرا خالص بالعكس ده حديث اللي عندنا وكأنها تشير إلى فضل إنجاب الفتاة بالعكس ده في حديث حسنا الإمام ناوه وغيره أن من بركة المرأة أن تبكر بأنسة من بركة المرأة أن تبكر بإيه؟ بأنسة يعني إيه؟ يعني من علامة بركة المرأة أن يكون أول خلفتها بنات والحديث ده حديث حسن بمجموع طرق يبقى إيه اللي حاصل؟ يبقى كده؟ لا ده لأ ده نحن عندنا حاجات العكس نحن عندنا حاجات الإيه؟ العكس فده معنى إيه؟ إنه ما فيش فكرة إن الأفضل إنه يخلف رجل يخلف ذكر أو أنسة ما فيش الأفضلية لأفضلية خلفة الزكور أو الإنس لكن اللي ورد إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من رزق الله سلاسة من هاتيك البنات فأحسن تأديبون وتعليمون كنا له حجابا من النار يوم القيامة فسامعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ثلاثة فقالوا طب واثنين يا رسول الله قال اثنتان قال واحدة فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم وكأنه أقر بذلك يبقى إلا حاصل أن هذه تبين فضل خلفة البنات وده معناه أنه يستبعد وجود مثل هذا يعني وخلينا نكون واضحين لم أطلع في الأحاديث الصحيحة عن لفظ صريح كده يفضل خلفة الأولاد على خلفة البنات ليس هناك حديث صريح في هذا المعنى الذي سلط عنه ومسألة عن فضل إنجاب الزكور من دون البنات والله أعلم سؤال البعذاري بيقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته من فضل حضرتك أنا معايا مبلغ وعمل به شهادة في البنك وعاوز أشتري شاء فالبنك عرض علي أني ممكن أخذ قرض لغاية تسعين في المية من قيمة واشتري الشائعة واسدت قيمة الشائعة من أرباح الشهادة فهل هذا جائز شرعاً ده اسمه تمويل شراء شقة حد يقول لي بس اللي حاصل إن البنك مش هيشتري الشقة هنا بس أنا وباخد الفلوس دي بكتب الغرض في وثائق أخذ هذا المال ده لازم ما بقاش خلاص ينفع في وثائق أخذ الأموال من البنك ما بقاش ينفع أن أنت أو أنت بتكتف أوراق الوثائق أن أنت تأخذ المال من غير من نص على من غير من نص على إيه على سبب أخذ هذا المال فإذا كان سبب أخذ هذا المال هو شراء الشقة أنا أكتب كده إن المال مأخوذ لشراء الشقة وتأم الموافقة على هذا الغرض من شاء الشقة تحول هذا المال الذي أخذته إلى تمويل إلى ماذا؟ إلى تمويل كون إن هذا التمويل ده عيتم تسديد أقصات هذا التمويل أو المال الذي به تعطي البنك حقه في عائد هذا التمويل من عائد شهادة الاستثمار للي عندك فده جائز شرعا يبقى إيه اللي حاصل؟ يبقى ده جائز ويأخذ المال في هذا المعنى جائز شرعا لأنه من قبيل التمويل وتسديد الأموال من قيمة الشهادة اللي عندك ده جائز شرعا لأنه هو نوع من أنواع الوفاء بالتعاقد الذي تم عن طراض فيكون هذا جائز وليس فيه شيء يا رب العالمين نحن كثيرا ما نحب أحبابنا وكثيرا ما يكون هذا الحب يغلبنا ولكن نسألك يا رب العالمين أن نكون من أهل الرشد في هذا الحب فلا نضيق على أحبابنا ولا نستاهج لك أنفسنا اللهم اجعلنا من أهل الرشد في المحبة واجعل محبتنا الخالصة لك وحدك ولحبيبك المصطفى يا رب العالمين يا أكرم الأكرمين اجعلنا على الدوام من الرشدين ومع الرشدين يا رب العالمين يا أكرم الأكرمين اشتركوا في القناة